قرار المصرف المركزي اللبناني برفع الدعم عن المحروقات أثر ردد فعل متباينة في بلد يعاني من أزمات سياسية واقتصادية كبيرة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قالت الخميس إن المصرف المركزي خالف القانون بإصدار قرار رفع الدعم عن المحروقات مضيفة أن الضرر الذي سيقع سيكون أكبر من منافع الحفاظ على الاحتياطي الإلزامي الذي يحاول البنك حمايته على حد تعبيرها رئيس الحكومة حسان ديات أعرب عن رفضه رفع الدعم قبل طرح البديل واعتبرا أن قرار المصرف لا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية محذرا بذات الوقت من تداعيات وصفها بالخطيرة على البلاد ردة الفعل من السياسي اللبناني وليد جنبلاط جاءت مختلفة إذ دعى الحكومة إلى رفع الدعم عن المحروقات وإلا فإن البلاد مقبلة على كارثة حقيقية وقال جنبلاط في مؤتمر صحفي إنه لا بد من رفع الدعم كون الوقود تذهب لسوريا من جهة أخرى استدعى الرئيس اللبناني ميشيل عون حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وقالت مصادر إعلامية بأن الأخير لم يتراجع عن قرار وقف دعم الوقود خلال اجتماعه مع عون ويصر على سن قانون يسمح باستخدام الاحتياطيات الإلزامية ترجمة نانسي قنقر